ينتمي أيضا ترامب إلى الحزب الجمهوري والذي صوت اليوم ضد إدانة رئيس دونالد ترامب بخصوص التهمتين التهمة الأولى وهي إساءة استخدام السلطة وتهمة الثانية أيضا وهي عرقلة أعمل الكونغرس وبذلك تتم تبرئة دونالد ترامب بعد كل هذه الأيام ربما والشهور التي كانت تجري فيها التحقيقات من الحزب الديمقراطي والذي كان يريد أو كان على الأقل يريد عزل دونالد ترامب من منصبه إن ثبت وثمت إدانته بموجهات إليه من تهمة وينضم إلينا من واشنطن مرسل غد خالد خاري من جديد خالد هل يتنفس إذن دونالد ترامب الآن الصعادة أم أن بالنسبة الأمر بالنسبة له كان معروف أنه ستتم تبرئته في مجلس الشيوخ؟ بالطبع كان معروفا ذلك ولكن ظهور هذه البراءة على مسمع ومرأة من المجتمع الأمريكي بالكامل يعني انتصارا له بشكل قاطع ولكن هو انتصار على الورق فقط بمعنى على المستوى القانوني تمت تبرئة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من هتين التهمتين ولكن على المستوى الشعبي هناك خمسون في المائة من الأمريكيين يعتقدون أنه كان يجب أن يدان وخمسون في المائة أخرى من الجمهوريين يعتقدون بأن الرئيس بريء مما نسب إليه وبالتالي يتعمق الانقسام ويتمزق المجتمع الأمريكي بهذه المحاكمة على الرغم من إزدال السطار عليها اليوم طيب هل يعني ذلك خالد أن الشعب الآن هو من سيحكم إذا كان ترامب مذنبا أو غير مذنب في الانتخابات المقبلة؟ هذا صحيح يعني ترك الأمر الآن للناخب الأمريكي الذي سيصوت في نوفمبر المقبل في الانتخابات الرئاسية ولكن يعني كل من الحزبين ينظر الآن إلى المستقلين الأصوات المستقلة من الأمريكيين هي بالملايين وبالتالي هذه الأصوات تأثرت كثيرا بما يجري من محاكمة للرئيس سواء في مجلس النواب أو في مجلس الشيوخ وكتلة كبيرة منهم يعني متأكدة من أن هذا الرئيس أذنب بالفعل وخلف القانون وبالتالي يعني على الرغم من الانتصارات التي يقول دونالد ترامب أنه حققها خاصة في خطاب حالة الاتحاد بالأمس إلا أن وضعه ليس مطمئنا كما يظن وبالتالي الأمور كما ذكرت مونة ستترك إلى الناخب الأمريكي ولكن يعني قبل الوصول إلى هذه الخطوة للناخب الأمريكي خالد هل بهذه التبرئة يعني انتهى هذا الملف أم هناك إجراءات أخرى انتهى ملف العزل بشكل تام ولكن من المؤكد وهناك يعني بعض التصريعات خرجت من كبار قادة الحزب الديمقراطي رؤساء لجنتين الشؤون الخارجية وأيضا الاستخبارات بأن هناك استدعاء قد يتم بشكل رسمي لجون بولتون للمثول أمام لجنة الاستخبارات للحديث عن أزمة أوكرانيا وكيف أن بولتون تحدث في كتابي على أن الرئيس الأمريكي بالفعل حاول الضغط على أوكرانيا هذا من المؤكد أن تستمر هذه التحقيقات ولكن سيكون هدفها تشويه الرئيس وليس عزله لأن قضية العزل تمت وأزدل السطار عليها تماما طيب إذن خالد اليوم في خطاب ترامب ربما أثنى وبدأ يتحدث على الاقتصاد وأنه في أحسن أحواله في الولايات المتحدة الأمريكية هل يشفع ذلك أيضا لرئيس دونالد ترامب في الداخل الأمريكي؟ بنسبة كبيرة هذا صحيح الاقتصاد هو الشغل الشاغل للمواطن الأمريكي وأيضا التعليم والتأمين الصحي والرئيس الأمريكي كان ذكيا عندما تحدث عن كل هذه الموضوعات عن حماية أرواح الجنود الأمريكيين عن رغبته في تحسين الأوضاع الصحصية تخفيض أسعار الدواء للمواطن وتوفير المنح الدراسية للطلاب ولكن كما تعلمين هذا خطاب دعائي في المقام الأول الرئيس الأمريكي قد لا ينفذ كل ما قال ولكنه خاطب ود الأمريكيين لاستمالتهم في الانتخابات المقبلة ولكن بالطبع